قال الله تعالى بعد بسم الله الرحمن الرحيم وَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍ وَلَا تَنْهَرُهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيْمًا في هذه الدنيا إذا ركح بتكون مرض من الله سبحانه وتعالى فسلاحك هو البر بوالدين الوالدين كنس ومفاتيح العموم فالأب هو سند الذي يتحمل عليك الحلوة والمر الذي يبحث عن حلال لقمة العيش من أجل معيشة السلام لأبنائه هو جناح تستند إليه في كل شدائدك على الرغم قراراتك إلى أنك تجده هو الداعم الأول لن يكف الكلام لوصفه أما الأم فهي نجمة تضيء لك الزماء تنير دربك الأم نبع الحنان والحب بهذا تعلمي كيف تكون مبهجة مفعمة بالتفاؤل وحب الخير هي التي تظهر معك الليالي لشق مصارك وتحقيق أحلامك تقل الكلمات في حقهما ووصفهما ترجمة نانسي قنقر